يوم المالك على بعد كيلومترات قليلة من البصرة التي تدعي السلطات توفير الخدمات فيها لإنجاح بطولة خليج 25 تغرق منطقة المهدية في مدينة الناصرية بمياه الأمطار رغم توقف هطولها منذ أيام وهو الأمر الذي انعكس سلبا على جميع تفاصيل حياة السكان هاي خالق غرقانة تعال طب طب وشوفني يعني هذا الماء ناقع بالماء لا لقعدة ولا لنومة وجهالي بالمدرسة أو أشيلهم الشيو اللي طاحت عد وحدة والله شالها جتها على ظهرة زيان طلع للشارع بالمطار اللي تعاني المهدية ما حد يعاني صراحة معانات يعني الله يشهد رسوله يأبالها الجبين فنطالب من هذا المنبر الشريف أنه يشوفون الحل لهذه المنطقة قضية المجاري احنا هسا عدنا نريد قضية أهم شي قضية المجاري أن ينظرونا منظار الأبوية ببيناتهم يعني ما يصير هيتشاء جماعة والله ما يصير يعني وضع المنطقة تعبان أطفال جاي تروح لمدارس بنص الماء وأنتم جاي تشوفون النساء جاي تدخل بنص الماء ما يصير يا معاودين لتعد هذه الأزمة وليدة الساعة يقول السكان فمأساة عدام الخدمات في المهدية كجميع مناطق محافظة ذيقار مستمرة منذ سنوات طويلة على الرغم من التظاهرات والمناشدات المتواصلة نعشدنا المسؤولين قبل ثلث سنين أو سنتين ثلاثة وسونا مظاهرة وإجاء القيم مقام وإجاء المحافظة القبل هذا المحافظ وإجاء وقبل أربعة شهور أو ثلاثة شهور وقبل هذه المطرة إجاءنا القيم مقام وإجاءنا مدير المجاري أستاذ حيدر وإجاء أبو البلدية وشافوا المأساة التي مربيها المنطقة لكن لا يوجد حل ومع استمرار تجهل المسؤولين لمطالب سكان هذه المنطقة المهمشة تتعالى الأصوات المهددة بالتصعيد هناك دعوات عليكم من العوائل هناك دعوات عليكم من النساء من الرضع من الأطفال من الشيوخ الكبار انقذوا أنفسكم من هذه الأدعية وإلا حلت بكم الكارثة ونحن من هذا المكان مكان المهيدية وأمامكم الصورة تنقل المعاناة الشارع الشارع حاليا والمياه الموجودة فيه فإن لم تستجيبوا لنا فهناك لنا كلام آخر لا تعكس أزمة منطقة المهدية سوى جزء ضئيل من قائمة الأزمات التي تطوق محافظة ذيقار وكذلك لا تفضح سوى قدر قليل من زيف الدعاءات المسؤولين بتحقيق الإنجازات في بلد تنهار الحياة فيه مع كل موجة أمطار